اليوم الأول من العام الجديد لم يختلف كثيرا عن الأيام التي سبقتها عشرات القتلى سقطوا في اجتباكات في مختلف أنحاء البلاد حي المعصرانية في حلب شهد قصفا مدفعيا عنيفا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات إغلاق المطار الدولي في المحافظة السبب الرسمي لإغلاق المطار كان إجراء أعمال صيانة للمدرج وبعض المرافق أما مصادر أخرى داخل المطار فعزت الأمر إلى استهداف مقاتلي المعارضة للمطار والطائرات المدنية بشكل مستمر الإغلاق إذن جاء لتجنب كارثة إنسانية حسب ذات المصادر بلدات ريف دمشق عاشت يوما متشابه الملامح طائرات الميك شنت غارات حسب هيئة الثورة السورية على المنطقة الواقعة بين حرستا ودومة ومعظمية الشام وعربين وفي دارية تحركت الدبابات للسيطرة على المنطقة التي تعتبر أحد المداخل التي يستخدمها مقاتل المعارضة لدخول العاصمة محافظة دارعة شهدت بدورها اشتباكات عنيفة دارت بالأساس في أطراف بلدة بصر الحرير مصادر أكدت أن الجيش الحر تصدى لمحاولة اقتحام البلدة كما بات يسيطر بشكل كامل على حقل توينان للغاز الطبيعي جنوب مدينة الرقة بلدة الحولة في حمص وجبل الأكراد في اللاذق أحضيها أيضا بنصيبهما من القصف والدمار اتعرض لقصف عنيف بقضايف الهون والمدفعية التقيلة استهدف أحياء لم يبقى من مبنيها سوى هذا الركام الله أكبر